والحديث مشاهدين الكرام عن الأزمة السورية وتداعياتها على العراق ينم إلينا من أربيل المحلل السياسي السيد جوجيس غوليزادة سيد غوليزادة مرحبا بك في نشنتنا لهذا اليوم إذن سيد غوليزادة سبع سنوات على هذه الجحيم في سوريا امتدت آثاره أو تأثيراته خلالها إلى العراق وأيضا حتى سقطت مدن عدة بيد داعش وبالتالي طرد التنظيم منها على يد القوات العراقية برأيك ما هي الخطوات الواجبة على العراق اتخاذها هنا كي لا تؤثر عليه الأوضاع السورية الحالية أهلا وسهلا بكم لا شك مثل الوصف التي وصفتها بالنسبة للجحيم الحاصل في سوريا تشكل علامة مأساوية كبيرة في المنطقة وخاصة في حياة شعوب المنطقة وكذلك في حياة دول المنطقة يعني حتى الدول بدأت تتلاشى أو تتفكك لأسباب إقليمية وحربية وعسكرية وإرهابية ويبدأ أن هذه التأثيرات انتقلت إلى أرض العراق وأثرت على وجوده وحضوره السياسي والوجودي والكياني وكان من مظاهر هذه يعني هذا الجحيم هو الحركة الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي وهذه الحركة تمكنت من السيطرة على ثلث مساحة العراق يعني في أرماتي والموصل وتكريت وأجزاء من ديالة وظلت لأكثر من سنتين تقريبا السيطرة الإرهابية لهذا التنظيم ولكن بعون الله وبعون التحالف الدولي وخاصة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت القوات العراقية من إعادة تحرير هذه الأراضي ابتداء من الرمادي وابتداء من التكريت وصلاح الدين والفلوجة وثم القيارة وثم بالأخير الموصل ولا شك أن آثار هذه العمليات العسكرية وخاصة آثار تواجد تلك المنظمات الإرهابية أو المنظمة الإرهابية في تلك المناطق ما زالت موجودة ما حصل من دمار وما حصل من نزوح جماعي بالملايين وما حصل الآن من إعادة توطين للمواطنين لكن هنا هذا واضح سيد قوليزادة ما هي الخطوات الواجب على الحكومة العراقية هنا اتخاذها كي لا تقع في نفس هذه الأوضاع السورية أو تحت تأثير هذه الأوضاع لا شك الظروف المحيطة بالعراق معقدة وصعبة وتسمح بإعادة هذه الحركات أن تعيد نفسها ولكن على الحكومة العراقية أن تأخذ جانب الحكمة في هذا الاتجاه من عدة جوانب أولا البدء بعملية إعمار واستعاب للنازحين يعني لا شك أن عودة النازحين بحاجة إلى إعمار سريع وإعادة الحياة إلى القطاعات الخدمية خاصة تأمين مياه الشرب تأمين السكن تأمين القطاعات الخدمية الكهرباء يعني تأمين فرص العمل لا شك لأن العزمة استمرت أكثر مثل السنوات وهذه تركت آثار سلبية كبيرة لهذا الحكومة يعني الحكومة بدأ بعملية إعمار سريعة يعني بتمويل سريع اللي خاصة في الموصل لأنها تعرضت إلى دمار كبير وبعد هذه العملية يعني لإعادة الإعمار بحاجة إلى استعاب الشباب يعني خاصة يعني على الحكومة العراقية يعني توفير فرص عمل سريعة إن كانت وقتية أو إن كانت دائمية خاصة في قطاعات الشباب لأن القطاعات الشباب هي أكثر القطاعات التي تتأثر بالمسائل والأفكار الدينية والإرهابية لهذا يبدو أن العامل الاقتصادي هو الذي يلعب دوره في هذا المجال نعم تمكنت الحكومة العراقية في توفير الأموال اللازمة لعادة التأمين للتوطين لتشغيل الشباب وليستعابها أولى الشباب طيب وضحت الفكرة هنا سيد قوليزادة وفد برئاسة فالح الفياد رئيس هيئة الحج الشعبي زار الأسد أمس وأبلغه أيضا رسالة شفوية من العبادي وبحث هذا الوفد معه التعاون الأمني أيضا كيف تقرأ هنا مثل هكذا لقاءات سيد قوليزادة خاصة وأن العراق يتمتع بعلاقات ممتازة مع نظام الأسد في وقت تقف كل الدول أو معظم الدول العربية والإقليمية والدولية باستثناء إيران هنا بالضضي من هذا النظام يعني لا شك الساحة السورية تحولت إلى الساحة إقليمية كبرى كل الدول تتدخل فيها وخاصة حتى العلاقات العراقية السورية يعني تسايرها يعني الوضع الإقليمي الخاص بالسورية يعني خاصة من ناحية الإرهاب الموجود فيها من ناحية القوى الكبرى الموجودة فيها كذلك القوى الإقليمية خاصة من إيران وتركيا يعني في هذا الاتجاه ويبدأ أن حرص العراق يبدو أنها لديها مخاوف يعني خاصة من الحدود الغربية يعني من الحدود العراقية السورية تخاف يعني خاصة هناك مخاوف من عودة الإرهابين من خلال هذا الحدود لهذا يبدو أن العراق يعني بدأت توجه سياساتها خاصة من خلال بعد ضم الحشد إلى يعني المؤسسة العسكرية يعني السيطرة يعني فرض سيطرة أمنية تامة عسكرية تامة على الحدود الغربية خاصة تمتد بأكثر من ألف كيلومتر لأن السيطرة على هذا الخط ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام الحاصل الآن في العراق ولا شك أن التعاون السورية في هذا الإتجاه سيجلب للعراق تسهيلات كثيرة في جانب الأمني إذا تمكنت سوريا ولو من الصعب أن تسيطر الحكومة السورية على حدودها الشرقي باتجاه العراق لأن هذه الحدود خاضعة لقوة أخرى ليست خاضعة للجيش السوري لهذا يحاول العراق بكل الأحوال التنسيق الأمني مع سوريا للسيطرة على هذا الخط الحدود الهام للسيطرة على المنافذ التي قد تحصل لدخول النظمات الإرهابية كنت معنا من أربيل المحلل السياسي سيد جوجيز قوليزادا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر